سنوات عجاف قضاها الأهالي هنا في عزلة حجاج بمديرية جبن بمحافظة الضالع حتى جاءت فكرة إنشاء سد حجاج الخيري تطوع الميسورين من أبناء المنطقة في الداخل والخارج وبدأ العمل في المشروع قبل نحو عام بتكلفة بلغت نحو أربعمائة ألف دولار واستبشر أهالي المنطقة خيرا بهذا المشروع لكنه ما يزال حتى الآن أضغاط أحلام وإنجاز لم يرى النور سد حجاج يعني حاجة كبيرة لأبناء مديرية جبن ولحجاج على وجه الخصوص باعتبارها أول مشروع خيري أهلي على مستوى مديرية جبن يخدم الكثير والكثير من القرى يتمثل في قرية المعرب شباعة وغيرها من القرى ضيق البلس وغيرها فالمشروع هذا أنشئ على جهود أهلية خيرية بحته وكان أول بادرة خير لعمل المزيد من المشاريع على مستوى مديرية جبن ومنطقة حجاج على وجه الخصوص يقول أهالي المنطقة أن السد بات مهدد بالانهيار وأن عمليات نصب واحتيال تعرض لها المشروع من قبل الجهة المنفذة بالتعاون مع مهندسين استعان بهم الأهالي لإنجاز المشروع أهالي حجاج جمعوا مبلغ حوالي نصف مليون دولار لإنشاء سد ولكن عند تسليمهم المبلغ للمقاول أخذ المبلغ وأخذ يتلاعب بهم عند تقديم الشخوى السلطات الأمر الواقع لم تقوم بواجبها ولم تضبط المتلاعب ويبدو أن المتنفذين في سلطات ميليشيات الحوذي أقوى من سلطات الأمر الواقع في مدينة جبن ومنطقة حجاج لذلك على المواطنين أن لا يركنوا بأن سلطات ميليشيات الحوذي ستكون بعملها أو تضبط أي مشروع سلطة الأمر الواقع هناك وقفت عاجزة حتى الآن عن ضبط المتلاعبين بالمشروع وهو ما جعل المغتربين والداعمين للمشروع يلوحون بإيقاف الدعم الأمر الذي قد يضاعف من حجم معاناة السكان الذين علقوا آمالا عريضة على هذا السد لأسيما وهو يقع في مناطق يعاني سكانها من شحة المياه وانعدام الآبار العاقة الرئيسية الأولى تتمثل في أن المقاول هو السبب الرئيسي في عاقة هذا العمل بحيث أن المهندسين في الفترة الأخيرة وجدوا أن العمل ليس على الوجه والنموذج المصمم والتطبيق العملي على الواقع فكان هناك إخلالات وكان حتى على نسبة التقرير رفعوا كان العمل الموجود على الأرض 46 بينما الرفع لدى المهندس 68 وهذا يعني تعني شيء مخالف لما هو موجود على الأرض ينتظر الأهالي والداعمين أن يتحرك ضمير المعنيين ليستكمل إنجاز المشروع حتى لا تتحطم أحلام المواطنين التي علقوها كثيرا على هذا السد الذي جعل الفساد بينهم وبين إنجازه سدا سد حجاج هو النواة الأولى لسلسلة مشاريع تنموية وخيرية كان آخرها زفلة الطريق حجاج القضيرية بتكلفة بلغت نحو مليون وسبعمائة ألف دولار نفذت جميع هذه المشاريع بتمويل كامل من الأهالي في الداخل والمغتربين في الخارج فوز المريسي قناة سهيل الضالع ترجمة نانسي قنقر